بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج مذ أبصرت عيناي باحة داري حب الحسين هويتي وشعاري صلاة وردت عن النبي صلى الله عليه وآله من صلاها في هذه الليلة الليلة الأولى من شهر رجب الأصب الله سبحانه وتعالى يخرجه من ذنوبه كيوم ولدته أمه وكيفية الصلاة هو أنك تصلي ركعتين بعد صلاة العشاء تقرأ في أول ركعة الفاتحة وألم نشرح لك صدرك مرة قل هو الله أحد ثلاث مرات في الركعة الثانية فاتحة الكتاب وألم نشرح لك صدرك مرة وقل هو الله أحد مرة والمعوذتين فإذا انتهيت من الركعتين قلت لا إله إلا الله ثلاثة ثم تصلي على محمد وآل محمد ثلاثين مرة فقال النبي صلى الله عليه وآله فإن الله يغفر له ذنوبه ويخرج منها كيوم لدته أمه هذه نيتنا جميعا بأن الله سبحانه وتعالى يفتح لنا صحيفة بيضاء لا ذنب فيها أبدا تفتح صفحة جديدة في رحمة الله عز وجل في الوصول إلى الله عز وجل كذلك في بلوغي القرب من الله سبحانه وتعالى إذا ما غفر الله لك جميع ذنوبك فاعلا بأن الله سبحانه وتعالى سيفتح لك أبواب الخير جميع أبواب الخير والبركة في الدنيا والآخرة لأن الذنوب هي التي قد أغلقت هذه الأبواب وغلقت هذه الأبواب ولكن عندما يغفر لك الله جميع ذنوبك تفتح جميع الأبواب برنامج صباحات والأيامين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهم السلام